السلام عليكم بروكول عواشر سوف نشارك معكم الكيش بالتونة و شكرا لكم السلام الطيب لكم الوصفة كاملة و سوف نقوم بصندوق الوصف كيش بالتونة والبروكولي سوف نحتاج البيضة و نحتاج الكريم فخيش نضيفها قليلا و من بعد الملح و العطرية سوف نشارك معكم البيضة خضرة و من بعد سوف نقوم بصندوق الوصف كنت شريتها ولكن لم أعجبتني كورتها 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 الوصفة الشخص تم نعيد كتك او وهو النغر كورتها كورتها لان انا شريتها ولكن لم اعجبتني بقيت كورت فيها عاود وبقيت نديرها نصوبها انا اغطيت بيهم قاعد وكل مولوه لكن اصاب فيها وطقبتها بالفوخشيت ووزت واحد البصلة وكانت شطط لي الحوشوة على البيتزا فيها الفلافيل ودك شي ومن بعد قدرت لها الكريم فخش وطقا وتحطوها شوية بشوية واحد البيضاء وشوية الملح والكركمة والبزارو ودك الخليط شوية على الاطرية ومن بعد هاكي تكون تخلطوا كل شي حتى تبرد البصلة لكي تحطوها الخليط وشوية معلقة كبيرة وشوية معلقة كبيرة ومن بعد هاكي نديرها في البيتزا ومن بعد هاكي نديروا عليها شوية الجبل المبشور الفخوماج غابي نديروا عليها شوية وهي من قريب الطيب نديرها نزيدوا عليها كتر الفخوماج اذا نحنا نخدمه نديرها نديرها على 180 درجة نديرها لتحت ومن بعد هاكي تحمر الفوك حتى الطيب مزيان وتحمر الفوك تجعلها تبرد شوية وهادوك اليمول انا قدرت لهم هادوك خفاف اذا شنو قدرت لهم شرشتهم بالزيت ومن بعد هاكي تدرت فيها كل شيء الوراق وصفي هاكي تدرت فيها من بعد ان شاء الله ودخل جزينة ان شاء الله وهذا كنت قدرت تشيشة كنت قدرت تشيشة باش نطور شوية الفيديو مهم هاديك هي لا بغيتوا اه صندوق الوصف غادي نخلي لكم اعود واحد كنت درت التين بالبروكولي وبالتونة واحد الكيش مهم اه إلا بغيتوا غادي نكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف نخليها لكم في صندوق الوصف السلام عليكم شكرا لمشاهدة ويكونوا زيني تبارك الله سلام